مرحبا بيك ومرحبا بيك ومرحبا بالخيان والسادة المستمعين مرحبا بيك وايضا الاعلامي زميلنا وصديقنا في صحيفة المصور مروان بن اسلاما مروان اهلا بيك مرحبا بيك اسلام مرحبا بسيدي المنجي سيواجدي زاد غيبة طويلة عيش مرحبا بمستمعي مرحبا بيك مرحبا بيك دونك نحكيو على المنتخب التونس اللي برح منتخبنا ضمن التأهل الكأس الفريقي للمرح 15 على التوالي رحكيو شوية برشة تعليق على المردود منتع المنتخب طبعا هنبدأ ناخذو كلمة عاما عن ضيوفنا قبل ما دخلو بعد شوية في التفاصيل نبدأ معك مروان كيف شفت المقابلة البيع؟ والله مقابلة اسلام شفت فاهد وزيتاب معنا شفتنا ميتان لولاني شفنا وجه للمنتخب الوطني ميتان ثاني شفنا وجه اخر في كل حالات ما نجموش نقول وجه ايجابي حتى الوجه متاع الميتان لولاني ما كانش ايجابي برشة لانه المنتخب زاد رسخ يعني ربما القناعة انه المنتخب هجوميا منتخب باش ما نخبيه ايج الحقائق ونقوله فاشل يقوله منتخب فاشل هجوميا لانه حجم اللعب ممكن اللي او الفرص اللي جات للمنتخب في الشوط لولاني فرص محترمة لكن في ناية الامر شنو عملنا ماركينا هدف بركة التجسيم مفهم ماشي مش قوية الكلمة شوية لا والله مش قوية لانه اشوف مش حكيت قوية وقت يجيك انت ثمانية فرص ولا سبعة فرص ماركي منهم فرصة وانتي تعرف روحك تلعب خارج ميدانك وتلعب عن منتخب اللي مش بشي قاد مكتف ايديه والدليل انه معناها في الشوط الثاني شفنا منتخب تنزاني بوجه جديد معناه شفنا منتخب تنزاني ولا يصنع فاللعب ولا يقدمنا حتى للمناطق متاعنا ولا يعني تقريبا يلعب متقدم وسل المنتخب تنزاني واخلاق برشة فرص وجيت فرص محقق للتهديف معناها كي نقولك هجوميا فاشلين احنا هجوميا فاشلين مش مقابلة ذي اراه يعني مقابلة الذهاب زادة سامحني انتي في ميدانك تلعب وتسجل هدف بركة ضد المنتخب التنزاني ومن ضرب الجزاء معناها حب نفهم اذا كان المنتخب مش ضعيف واجوميا مانا شنو بش نعمله حتى في المقابلات اللي فاتت معناها الهدف اللي اللي تسجلت شوف شوف ارجع كيفاش تسجلت معناها طيب يخلو بعد شوية اكثر تفاصيل دي مرواين خانعفو رايس لي واجدي سيد كيفاشا في المقابل بلحس لي واجتي وله يعني صفة عامة من ناحية النتيجة يعني بذي كان النجم نقوله ما نتسمعش انجاز وكوانا ترشحنا يعني للغسفريخ اللي اني تعودنا من الفين واربعة وحنا نترشح يعني من ناحية نتيج نربعة ساين نربعة ساين احنا متعودين نعملوها نوصلولها لكن المؤشرات اللي موجودة في الماتش الوليني والماتش الثاني الاثنين ما بعضهم فهمني ما هيش مؤشرات متمأنة بصراحة مهيش متمأنة ثم عديد النقائص عديد الاشياء اللي يلزم عديد مراجعات من طرف الإطار الفني عديد الاختيارات كسوها من ناحية الزيت البشري كسوها من ناحية طريقة اللعب من ناحية التشكيلة من ناحية التغييرات كل شيء عديد النقات اللي ما هيش مروشكا وتأكدت في الماتش ضد تنزانيا دونك بسيفا عاما المنتخب ما قدمش وجه كبير سيفريكو ضد تنزانيا يعني فريق ضعيف فريق دفاعين خاصة ضعيف وضعيف جدا يعني حتى حتى لاليني مون بتاع ديفونز ما عرفوش يعملوه معنا قدش ممرة نكسروا الوجو ونخرجوا الفرص جيت الكل كلها من اخطاق فضيعة يعني اخطاق دفاعية من الفريق التنزاني فريق ضعيف بصراحة ترتيب ومية وسبعين يعني اولا اكثر مية وسبعة وثلاثين مية وسبعة وثلاثين دونك في الفرق فرق كبير برشا في المستوى بينه وبينه لكن هذا ما بينش الفرق هذا في الترتيب بتاع الفيفا ما بينش فوق الميدان ما بينش فوق الميدان واللي امر من هذا كل انا حاجة من بين النقائص الكل اللي جاء واحدة بركة جلبة انتباهي هي عدم الانذيبات التكتيكي انتع عديد اللاعبين خاصة في الهجوم واذا مؤشر سيء وسيء جدا وقلت ديما يا روى عدم غياب الانذيبات التكتيكي في الاخير يؤدي الى الفوض يجب المدرب يمسك الفريق متاعه ويتحكم في الفريق متاعه بكل قوة شخصية لانه بصراحة اللي شفناها البارح لعب فردي مبالغ فيه في بعض احيانا بعض اللاعبين وجود بعض اللاعبين يعني طبعا نسيتون احكيه وجود بعض اللاعبين التصرفات بعض اللاعبين التكتيكية في الميدان يعني بصراحة مؤشر خير نتمنىو ان المدرب إن شاء الله ويتطر الفني بصفة عامة يتلافيهوا الوضع يعني عندنا ماتشويت ماتشي جيه اظن في مارس في مارس في مارس اي اي اذا مزيل شوية وقت إن شاء الله الاطار الفني عنا عندنا ضد ليبيا وغينيا مزيلو متفهت حتا كيس فريقية تصفية مظهرين اي 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 إن شاء الله يتلافي المدرب�� يتروفني الوضع وإن شاء الله بترجع الأمور اللي صعبة لأنه بالطريقة اللي شفناها موجه اللي شفنا بيه المنتخب صحيح ترشحنا لكن غير مطامن. سيمون جيبورش عدم رضا عند سيواجدي ولا عند مروين توافقهم ولا أهم التأهل؟ أنا نوافقهم 100% معناه يوريك اللي تبرك الله احنا اليوم سيواجدي جوني باع بريزنتي تبرك الله والكفاءات أنا الحاجة اللي يتأسفني اللي ناس كيفناك نخليهم نلقاهم خارج معناها النوادي وكل هذا هو لي شيء اللي يأسف في لأن في أوروبا ديما تلقى رئيس الجمعية يحط لك ناس ميحط لكش على خطر يكون منه ولا حاجة يحط لك بور للكفاءات متاعه ويعرفوا قيمة شوف آخر مرة في بتيت اكزامبل باير منيخ حتى وانترونير قالوا له جمع على جمعتين بش نلقاه وانترونير هنس فرق هنس فريك فهائل yang روح معنا구� فوق 15 15 فواء participation de suite من 94 لكن لكن شايلة السفرينة برشا c'est que اليوم on a l'impression que la personnalité de l'entraîneur n'est pas imposé في لكي بديا في الفريق الواتنة تونسي لنا راوي ذي كنتما قوة تنزانيا مش على خاطر تنزانيا قوية في لفل ديومي تن علي أن الفريق الواتنة تونسي كان ضعيف وذي اللي خلا اللي برشا أمور كانت سهلة لكن اليوم الفريق الواتنة تونسي تاكتiquement on a l'impression que مهمش موجودين индивидuellement أنا كنشوفر جاني سي في مبارا كمن هذا يعطى 20 passes à l'adversaire donc وتعرف انتي جوار كيب دا مليو دي تران ولا défenseur والاتاقان كياتي ديجا 3 passes à l'adversaire pour lui c'est يعني شاك الماتش متاعه لكن اليوم الحاجة اللي سهلت لنا المأمورية الفريق التنزاني وفاجأتني برشا اللي أنا في تونس اليوم عمل لبريسينج او pendant 15 منوط 20 منوط ووقت اللي قبل البونت ولا 15 منوط ولا تراجع في تنزانيا عمل لبريسينج با باش يخمم اللي الفريق الوطني التونسي باش يلعب لاتاك وكل شي ومعنى بش يلقاوهما الثغرات لكني نافي با لبوتانسيي بجلقاوه ظروف سهلة في الدفاع الوطني التونسي لانا ما عندهم مش ليزاتا كون الكبار وتونس اذيك الحاجة الباية في الفريق الوطني التونسي اللي ما جاي سفوس اللي احنا حشنا بولوونا ديما نحب الربح واذا كان جامت شنول ديما احنا لكن حاجة اخرى اللي مهمة برشا اللي بعد دقيقتين جينا الفرصة انتعاي سمساكني شبكة فارغة بوران تيكني سين كيف هو وراتاج اللي صار هذيك وحمدولله الانزية منوط مركينا بونتو فريمان خارق العاد لكن حاجة اخرى اللي هذي يروا مهمة ومهمة جدا نجمو اللومو عالمدرب لانا إنا با انبوزي انو ان ديسيبلين في كل من كل النواحي ومبلو سروا بعد ساعات تيكوريج لكن اليوم استغربت بيوجود مثلا كشريدة في مكان دراجر لانا الدفنسيف ما نرمال ما عندك انستابلتي دفنسيف ما تغيرش وشوفنا دراجر كي تخل وشوفنا عليش كشريدة كشريدة سينكسيلان جوار مش على خطر كشريدة يمانك ديكمبيتيسيون كشريدة متاع جوار يلعب ثلاثين ولا خمس وثلاثين دقيقة معناها اخر المباراة نفس الشيء اوه كبش نحسبوها كس المنجي بود خلت انتي في شوية في التفاصيل بلتحكي على تشكيلة بي خلح ندخل في التشكيلة كبش تحكي من ناحية هذه حتى دراجر نقلو ناقص كمبيتسيونة لعب ماتشو رزوز في فريق امي اي مسال شماع تنجم كشريدة اللي عنده دراق ديش اكثر من 3 او 4 او 10 مايالعبش سيد ديفيران لكن ما تنجمش تقارن نراه الميطات دانتر الماء اللي عندهم هما اللي بوسيبليتي ولي فاسيليتي اللي عندهم هما في اوروبا اللي ترانيه في اوروبا خاطر بعد ساعة تلقى جوار شوف شوف وهب الخزري وهب الخزري ولو مايالعبش في سنتتين بنشوف الظروف متاعه اصر تمامات ديسبونيبيليتين متاعه نلقاه وهب الخزري موجود لكن حاجة اللي تكون مهمة برشا بالعلاقة ما بين الجوارات والانترنور الخلو تحب ولا تكره سيلي جوار كيف هو الانترنور اليوم اصر تامو ما انتي كتسل كا انترنور كتسل جوار اسكيلي بري اسكيلي ديسبونيب مش عابلك ماتش كامل خلو كوي انتي تعاون المدرب وتقول لان الخاوي سيف دين الخاوي شوفنا كم برمير ميطان ان ديزي ميطان نرمال ما فيزيكم انتي تولي المتر دوتان فيزيك تقول للمدرب تقول لكوتش غيرني في الميتان راني معاش نجم مش تخلي روحك كندا ويستخدم نفسي مش قوم بشكل روحف نظروف اللي تعدى بهم بعد سيف دي الخاوي أكثر ما أصبحت بцип 나كون ليسكن لدينا البنت تريد負نسي النسي موسيقى ستiftsه صحيح الأطار فعلا بل كنسي أنا أكثر ويدفعوا أكثر لكن الخنيسي سيكون أكسلنت أطاقان بيأسر لكن أنا جسو كنفنكو دون شوز اللي أنا نقول لك اللي تشوف حتى راهو اليوم تشوف النقايص متاعك اللي كي توني با كابابل دو فورمي لأنا معناشي نفرماشي آدكوات لأن المربين اللي قاعدين يربيوا فوليداتنا صغار حتى ونبو دي جون سنة پا اكسپسونيل الخنيسي مثلا شميخي شوات كيبدو جهزين ما نجموش يكونوا الخنيسي لايوه ويشميخي شوات شو شو كي تحكي على شوات انتي تحكي على انجوور انتاقان دو ميتيه يمرك انارممم ممت بوت يمرك با دو بوت يل زمنان كيما نوان نيانج لإيكن كيما برشا جوارات لجول تونس اللي أنا تشوف اليوم شميخي شوات معنوم شنبو يكوني فو متخب هكا شميخي peut-تر كم رملاسان عما دو سنبوزي خاطر نحبو لونكرو الشماخي مزيل انه با انكور عطا الواحد بور ميريتي اون بلاس اون اكيب ناسيونال شوات لاه شوات لاه شوات لاه شوات لاه شوات لاه شوات لاه شوات انا نقول لك اللي اليوم كتشوف الفراق اليوم راو اليوم كتلقى النقايز في اي فريق في العالم وشوف فرنسا اليوم اوليفي جيرو سالسول جوار اتاكو في الكوب ديموند الاخرانية ما مركع اتابونت وخليه عليش خاتري ليدليجور ليما اليوم كتشوف الفيس باني اليوم لكيب ديس باني يعمل لك نتوليزا سيادة ما تراري سماني وطوين دموالي سانجور جي لإمريسان سيام بو فينسيس مطاري الى مدريد لكن اليوم كتشوف الفيس باني يعمل لك نتوليزا سيادة ما تراري يعمل لها لو اخر مرة عندو دوبالنسونا لديماليو اسباني سي Looks like نعم ملا سيكون ملاد وجود سيكون هو باتداماتراوري في مجمع اللقاء في مدريد معي عشاء هاته في اللقاء في البلد أولي نريد الإ занسا سير دوري سيكون هناك حكم في المدريد ما يوتح هاته اخoughs لديتشكر فيو دفول او لا أعرف كلا مانيش فش نحكينا الكوتش عبا حذانا راولي برميير ريدو ديفنسيف سيزاتاكو اليوم التكتيك اللي لعبنا بهت كي تخسر الكورة ترجع خطر مكتوبة كاتر واتروا لون انا با انجور كي كابابل دو جواء اناتاك اليوم كسا سوا خزري ولا يوسف المساكني ولا الخاوي سيف الدين الخاوي اتنا نرجع سيلمونجي خاني خرايك سي واجدي وتاج متفاول معنا بطبيع عملوين ولا سيلمونجي انت حكي على تغيرات الابرا برو مقابلة الذهب سي منجي دخل كشري ده مكان دراجر بن عمر كانت خل مكان بن سليمان وتخل لسيف الدين الخاوي مكان حمزة رفيع شنو رايك في تغيرات هيروم كيفاش قلعتك لهم سي واجدي هو الجهة اليومنا كلها تغيرت بذب كيفاش قلعت دروال والوسط والوسط يمين بن عمر وليلي الخاوي بون التغييرات عند المدرب لازم كل تغيير يكون عنده سباب من اسباب بتاعه فهمتني ثم اسباب ممكن احنا نجالوها عن مدرب عندك فريقك ماشي مليح معناها انا دراجر بالنسبة لي انا واحد من احسن اللاعبين الموجودين حاليا في المنتخب يعني انا في المرة الاخرى في المكان هذا بالذات قلت نتمنى نشوف دراجر يلعب هو وعليه معلول الثنين مع بعضهم في نفس التشكيلة بخطر فقط في المباراية اللي وديها لعبوا بالمخالف فهمني حابيت شوفهم حابيت شوف المنتخب المنتخب بتاعنا بهالزوز اللاعبين اللي عندهم معناها انا بوهر فهمدي كبير برشا في الهجوم اذا ما شفني اجيت لفرصة بش نشوفوهم الزوز مع بعضهم يعني بعد وطوى ماتشة الثانية اذا يعني عودنا فرقنا بيهم يعني التغييرات كيتكثر منها برشا راي تضر من الكويزيون هي اصلا الكويزيون لنسي جيم غير موجود هو اصلا غير موجود في مني وتزيد انتي تكثر من التغييرات انا نتصور انه بعض المردود في مقابلة الذهب كان يوفروا ذواحهم التغييرات معناه مردود كيذي كنت اقريبا ولا ونحبوش تسميو احنا خات المدرخب منتخبنا وابريتو اما ثم كان شكون اسوأ من رفيعة وكان ثم شكون اسوأ من دراجر بالعكس دراجر كان من من معياد اخذ فرصة بشي عابت بشي عابت بشي عابت بشي عابتو تولير اا فما ناس كانت اسوأ في الماتش الثاني اه بضابت بلعابت وخذت فرصة بشتكون تولير في الماتش الثاني معناه انا الحاشيات اللي قلقوني جوية في المنتخب اااااااا وكونو حبنا هان شوف المنتخب عندو تابع عندو تلاعب ثم تابع ثم بصمة المدرب وين يحب يوصل بالفريق. اي مدرب رو وقت ليشد فريق ولا يشد منتخب. ومالو رزموه نقعدو ديما نكرره في الكلام وبيدو. رو يزم يجيب عندو عندو طريقة لعب يلعب. شوف ما نشينيش عمله مع ايطاليا. كيفاش ولا تلعب. يعني آآ كل مدرب يزم يحط البصمة متاعه في المنتخب. كيفاش تحط البصمة. تاو عندك مدة تبارك الله ماش شوية معناها. ما عندكش شهره لشهرين مع المنتخب. عام معناها من المفروض تاو بدت يزم تبدأ تظهر البصمة متاع المدرب. تاو كالناس لاي واحد قلوه متخب بتاعنا كيفاش يلعب. تاو يقول لك آآ والله مناش كيفاش يدافعه وكيفاش يلعب وكيفاش يلعب في الهجوم. مش ديه خطة الهجومية متاعه. مايش واضحة. المعالم الخطة الهجومية ما نحكيش عالدفعي لانو ما لعبناش ضد منافس كبير في الهجوم. لكن الخطة الهجومية متاعه مش واضحة. وطلعب انا نقول لك اللي المدرب يلعب باربعة ثلاثة ثلاثة واضحة ليش. اه. وضد تنزينة مناش في حاشة بش نلعبه بثلاثة راوتي كيس. هليش هدا كل مانا سخير يبنا مره وفرجيني هليه مانا مع البرزيل نعمل. ما البرزيل شنعمل. لا واضح الامور لانك يتلعب بالمساكنة في الكولوار اللي صار يلزم اكتلع تحك له ان اه انت روزين بيبو. خاطر اللي قدام اه مش ما يرجعش لمساكنة في الكولوار تاوي عاون خاطر كان تلعب اه ان كات دو اه ان كات دو ترو اه يزم بسيف عليه يزم ويرجع المساكنة انتي بش هو ما يخليش يقوم بالواجبات الدفاعية بتاعه زدنا لعب ارتكاس الثالث على اليسار بش يسكر هو كلوار في بلاس المساكنة. يعني مش مش معقول تربط يعني اه خطة تكتيكية كاملة متاع منتخب بلاعب واللاعب غير جاهز مية في المية. اه. قلنا تاو مشاركة المساكنة. انا كنت تذكر معاك ظلي اسلام. قلت المساكنة كي يبدأ في احسن حالاته. لاعب جيد وممتاز وضروري في المنتخب. كي يبدأ موش جاهز مية في المية. فهمني يزم المدرب يعرف كيفاش كل مرة يعطيه. تبعي تناجع انا قاوس بعد شوية على المساكنة. سيواجدي. اه فقط حكيت الطابع. المنتخب كان يلعب. حكيت قبلك على الطابع والمردود والا اه. قولوا البصمة متاع المدرب. مع نبيل معلول المنتخب فرجنا كورة. خاصة في التحرير المنديال. حتى قبل مع كاسبرجاك منتخبنا كان يفرج فرج وانشيخ وكان فرجو منتخب. اليوم ما شفناش اليوم هذة الى حد الان. ما شفناش. لانو نبيل معلول وقت اللي اخذي الفريق المنتخب كان عندو بروجيت دو جو في مخو. كان يخدم على البوزيسيون. لجو دو بوزيسيون. كان الاحتكار الكورة وما تضيعش الكورة كانت ونشده الكورة. ما كانتش تضيع الكورة بسهولة. وذي عكس. عكس تواجهة متاع المنتخب التونسي يقبل في التاريخ. حتى منا الفين واربع وغير وكنا ديما نعتمد وكنا اقوى في الهجمة السريعة. نفهمني. نبيل معلول جاء اخذ الفريق وبدل الفلسفة اصلا يعني متاع المنتخب التكتيكية. وصار يلعب يعني يعتمد على الاحتكار الكورة الفريق يشد الكورة اكثر ويعتمد على البناء من الخلف ويتقدم لنا. هذي المنتخب احنا ماناش عارفين. ماناش عارفين اهلا هو يعتمد على الجود بوزيسيون معنا اهلا نقول واحنا الاتاك بلاسي. وإلا يعتمد على هجمة السريعة المرتدة. اهلا شنو بش تبني الفريق متاعك المنتخب. انا اذا كان ضد تنزاني نلعب بثلاث هارتكيزة هنا او غادي يعني مش معقول يعني تم حاجة تكلوش. سي وجدي والله العظيم اذا كان طوان تكلامك صحية لحما راوان يحنا نعبانجة. العين لا تقول لك هل يعتمد على العثور للعديم على العیقه يعتمد بالعديم عودة المتاك بلاسيط يحنا فعده لابتون عودة المتاك بشكل. لعودة المتاك بشكل الشخص لديمين ، لتقول لحسن حقيق مستقل لكن نسانا ما هو فزيكما يوسف المساقني اللي قابل دترو في الاخر كله فنير لاكسون والحاجة الأخرى سيكل يوم إذا كانت تشوف والملاحدة من عرش لو خيين لاحظوها معايا كيف كيف تشوف الكورة كيفاش تخرج من تلك يبدأ عند الكورة اللي تروى اللي كاتر ديفنسور متعنا يبدأوا أنا لإمريسيون يروع شو خايفين كيفاش مشاعتي بسال الادورسير علش خاتر ما فماش الجس تيوم بتاع المليو دي تيرا متعنا اليوم كانت معلومة3 مليون تستطيعون ثقائي وهذا المركزه لا يستطيعون الطاقة المعبنى اليوم الأنهاب إذا لم يريد المسيعون لتستطيع الى القرارة وإذا الفيديو في ستاس مرحل وإذا نسيطي للمشابه كل مرة فلن مهمة أحيانا الأحيان سهل المفتني الدخول وشيء للتصميم مع علمات شخص ولذلك كل شخص معى ليكون السفيدة أخرى لأنهم يكون أعجب ملابك لأنهم يكونون يكونون جميعا كثيرا اعتقد أن يكون الآخر من جعب ويوجد يكون حققًا لذلك We can't wait to wait على المجاورد بين Wahid comercial نحن لا نجحن نزع لا نجحن لها من حجم المرتد لا تجحن نجحن لا نجحن في الثلاثين متر من احشرين مراتين لا نرحل الحلول لا يوجد الأليات ما كانش الفريق ماذا ماش في الثلاثين متر الاخر اللي شفته انا بارح في منتخب وذي الحاجة اللي ما عاش بتنيش وانه كان كل ملاعبي تم افراط في اللعب الفردي. كل واحد يعني كل الواحد يحب هو يجيب يسجل هدف. كل واحد هو اللي يعمل الاخترش. شفنا يعني اه المساكني شفنا الخزري شفنا يعني عديد اللاعبين حتى اللي دخلهم بعد يعني مش معقول يزم شوية عن ضيبات تكتيكي. وفي الكرات المرتدة ما شفناش المنتخب ناجح في الكرات المرتدة. معنى الفريق مش ناجح في عاد شي. ام. طعب البارحة نسبة تمتي لك الكورة امتها انا خمسين في المية خمسين في المية احنا وطنزاني. مرح فرسك مويني. ام. والحاجة اللي لحظتها البارحة والله اه في اه فرجاني ساسي وتنجم ونرجو احنا للمباريات اللي عداها مع الترجل ولمعنى دي سفاقسي استعمال الرجل اللي سار. صرار. قبل ما كانش عمره ما كان يستعملها. طوه يحب يعطي باللي سار صار وحبي سانتر باللي سار. وصير لذلك يوم قتلك جي كالكولي بين 18 et 20 سنواتي في المينة. مرح فرسك مويني. احنا دعونا اللي بس مويني. مويني. مويني بس مويني. مويني. يسح منتخبنا ترعجع كنا كما كنت قل سيل وجدي كنا نكاور اقبل ما شوف نشوف اراه كنا نكاورو احنا توكي تجي تحكي معا شي يقولك يقولك بالنسبة لي خاطر احنا الكلمة اللي بش ندافعو عليها ديما على رواحنا كي تجي تقوله المردود يقولك لا نتايش يقولك بالنسبة لي ها قداش عمل ملماتش قداش خسرت ملماتش قداش اربحت مناكي بش يحكي بش يحكي بش يحكي بالبلومتا اني راني منيش قاعد نخسر لكن الاشكال وين هون وهذا مهمة هو مهم لكن شوف احنا سمعني بش نخل نرجع شوية بربي رو شوف الارقامة ديه بالنسبة ليه مش مهمة تعرف علش مش مهمة خطر احنا زاد معانا بالمعلول قلنا عملنا نتايج كبيرة برش وعملنا نتايج كبيرة برش وعملنا مردود في الاخر شنو عملنا في الاخر اخرجنا بالنتيجة هي الاعرض في تاريخ مشاركة تونس في كاسلعال يعني تحبوا التكرة فضيحة يعني من مانجمش نجمل المعطيات يا اسلام يعني رو شوف الارقام كتقول لي ربحت لعبت عشرة من شوية ربحت تسعة ما تعني لي شاي رو بنسبة لي اعطيني النتيجة شنية عطيني نتيجة شنية خطر علش تقول لي بس نتيجة متاهلي للكان يو شو شو تاهلت الكان ومبعد شنو مش تعمل مش تلعب مش توسل شو شو اذا كان ولنا اذا كان موعنا موعنا فالذرافية لا ما نستبقوش اللي جاي معنا شو اذا كان مش تولي ترشح للكان إن جهاز ما قلنش نجيل شو تحبو يعمل حبو يصدقو في التصفيات ولا شنو مش تصفيات مش تصفيات مش تحكي على منذر الكبير في حد ذات وراو انتيج بتاو منذر الكبير رح نحن حكيه علي كيب ناسيونال اكثر حاجة تخلينا ديما المنتخب الوطني كيمشي التظاهرة رسمية يخرج من الباب الصغير تعرف شنية ولا انو ديما في القبلة النهائيات هوا عملنا هوا ربحنا لأ انتو الشابل ما تكلمش المدرب منتخبنا ستة عشرين دولين منتخبنا معنا شو هذي اكثر حاجة دخلتنا في الغلط رو شو لو كان جينا نصلح رواحنا و احنا ربحين رانا ممكن نوش نوع نتيجة باي اما احنا جيت تتكلم وقلك ليه شنو الانتقاد كيفاش احنا مدرب قاعد يربح واندي جيت انتقدت فيه واضح باي مانا احتفاف باي مثالش قيادك انت حبش بتنفيش لاخبار مع زي ملتي اسمى المدبوب بعض راجعين في فيفا البلاي حتى